لو عندي عمر يكفي فنشرت تعانيم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائنا ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال الشريعة إن المسلم اليوم بحاجة إلى معرفة الثوابت من المتغيرات ليضع الأمور مواضعها من العدل من دون إفراط ولا تفريط حتى لا يضيع الدين بين الجاحد والجامد فما هي الثوابت ومن يحددها وما خطورة الخلط بينها وبين المتغيرات وما خطورة الفتوى التي تأتي على الثوابت هذه الأمور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة التي هي بعنوان الثوابت والمتغيرات في الفكر الإسلامي مع ضيفين كريمين الضيف الأول أستاذ عبدالله القيسي باحث في الفكر الإسلامي و الضيف الثاني الأستاذ عبدالله الأمير باحث كذلك في الفكر الإسلامي فأهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا 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 حيك الله دكتور إياكم الله أخي الكريم إذن الأمر الذي يهم كثير من الناس اليوم خاصة من لهم باع في مسألة البحث ومسألة تقصي الحقائق ما هي الثوابت؟ هل هناك حقيقة ثوابت في الفكر الإسلامي فإذا كان هناك ثوابت ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفى أما بعد أولا أشكرك دكتور نبيل شكرا جزيلا وللقناة وللمشاهدين الثابت هو الشيء الراسخ الذي له عروق لا يتأثر مهما جاءت الرياح هذا هو الشيء الثابت والثابت في الفكر هي الفكرة التي تجذرت والتي خضعت لنقاش وأسئلة كثيرة يعني تعرضت من النار فثبتت وفي فكرنا الإسلامي له مسمى آخر هو القطعي في الثبوت القطعي في الدلالة فما كان قطعيا في الثبوت بمعنى أنه من الله عز وجل وكان ثابتا في الدلالة بمعنى قطعي الثبوت متواتر متواتر وكان قطعي الدلالة بمعنى أنه لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا آخر فيكون له معنا ثابتا واحد بين الجميع فتكون هذه الأفكار هي الثابتة وهي الأساسية نعم بين جميع الأمة ولو تأملنا ما هي هذه الأفكار الثابتة في الفكر الإسلامي سنجد أنها مجموعة أشياء نؤمن بها وهي لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما ذكرتها الآية ومجموعة ممارسات سلوكية التي تنقسم إلى نصفين النصف الأول الشعائر التعبدية الصلاة الصوم الزكاة الحج وهذه الأشياء أربعة في أركانها الأساسية بعكس الفروع الفروع قد ربما يتم فيها خلاف نعم والثالثة هي الأعمال الصالح أي عمل صالح نتفق عليه جميعا أنه عمل صالح فهذا يعتبر من الثوابت وتركه أيضا من الثوابت ترك العمل السيء وليس العمل الصالح ترك العمل السيء الذي نتفق عليه جميعا نعم يا أستاذ عبد الله الثوابت ذكروا أستاذنا الكريم أن الثوابت ما تم الاتفاق عليها ما ورد بدليل قطعي الثوابت هل لها علاقة بالزمن والمكان؟ يعني ما يمكن أن يكون ثابت في هذا الزمن يمكن أن لا يكون ثابت الزمن آخر المكان كذلك؟ هو أكيد لكن قبل أن أجيب طبعا أؤكد على شكر القناة والعامل فيها أقول أنه الثوابت هي الشيء الراسخ نعم مما يعتقده الناس أو يشاهده أو يلمسه نعم ولا يمكن لأحد أن ينكره فهذا هو الثابت يعني ما تتفق عليه العقول أيه هو الشيء الذي الناس يجمعوا عليه بغض نظر عن صحته من خطأه فقد الناس يجمعوا على باطل وقد يجمعوا على حق فقد يجعلوا من المتغير ثابتا في أساسه ويجعلوا من الثابت متغيرا نعم ولكن الثابت كمنتج سماوي أو إلهي لا شك أنه لا يقبل أن يؤثر فيها الزمان أو المكان وهو كما قال أستاذ عبدالله القطعية الدلالة قطعية الورود ولكن النص السماوي لديه متسع في بعض جوانبه يقبل التغير ويقبل الأخذ والعطاء وتختلف فيه فهوم الناس وإدراكاتهم وبالتالي ما يكون متغير ثابتا في أصر العصور قد يكون متغيرا في أصر آخر ولذلك عمر بن الخطاب لكن ذكرت أنه قطعية الدلالة كيف قطعية الدلالة قد يتغير الفهم فيه؟ من النص السماوي فالنص يقسم إلى قسمين نعم نص قطعي ونص ظني نعم نص محتمل تتفاوت فيه أنظر البشر وفيه نص قطعي لا يمكن أن ينظر إليه إلا من منظر واحد وهذا ما يسمى بالثابت نعم وبالتالي عمر بن الخطاب عندما أتي فيه كثير من القضايا الذكات يعني لها مساحة من الثبوت عند المجتمع وخاصة أن المجتمع هو يشارك في إنتاج الثابت حتى إنتاج الثابت السماوي يعني فبعض النصوص الظنية والمحتملة المجتمع بفعل الاجتهاد الجمعي يحولها إلى ثابت فيأتي مجتمع آخر من خلال الاجتهاد فيفتح هذا الباب ويحوله إلى متغير فمثلا قطعي هذا السارك إلى الواقع من منظر مختلف نعم تغير الحكم نتيجة تغير المناط بس هل حقيقة أن تغير الحكم أم رأى أن الحكم لا ينزل على هذا الواقع على الواقع نفسه فالواقع يغير من إمكانية تطبيق الحكم نعم هذا هو الذي نقصطه نعم فمن هذا الباب نستطيع أن نقول أن الثابت قد يتغير بحسب واقعه لا بحسب ذاته بحسب نعم أهمية الثوابت التي يجب أن تكون واضحة لدى المجتمع لدى المسلم للمتديم بشكل عام هل لها أهمية خاصة؟ نعم بما أن الحياة تنقسم أساسا إلى ثوابت ومتغيرات والثابت هو الشيء الأساسي المنطقة الصلبة والمتغيرات هي المنطقة الرخوة المتحركة ولا تستطيع أن تتحرك المنطقة الرخوة إلا في ظل المنطقة الصعبة اليوم العالم يحاول يتكلم عن الحداثة ويتكلم عن ما بعد الحداثة ماذا يقصدون بالحداثة؟ هم يقصدون أن تقضع كل الثوابت للنقاش ومن ثم تحويل المناطق الصلبة إلى مناطق سائلة وثم إلى غازية بمعنى أن لا يبقى هناك ثابت ولا شيء وتخيل معي عندما لا توجد ثوابت ستكون الأرض كلها رخوة وسيتحول كل قيمة أخلاقية وكل شيء إلى مرفوض وسيكون العالم عبارة عن أعظم من الغابة الأشياء الثابت مهم جدا هنا حتى نحافظ على المتغيرات أيضا لأن المتغيرات تحتاج إلى منطقة ثابتة تدور حولها ومن أجمل من تكلم في هذا الموضوع وإن كان في تراثنا الفكري قليل جدا هو سيد قبط في كتابه خصائص التصور الإسلامي تعرض بشكل جميل ورائع لقضية الثوابت والثوابت هي دائرة ضيقة جدا ودائرة قليلة جدا باعتبار أنها دائما للزمان والمكان أما المتغيرات فهي منطقة متسعة طيب أستاذ الكريم السؤال الذي يطرح خاصة في مجال الفكر الإسلامي البحث الفكر الإسلامي أنه يقول العقل يجب أن ينطلق فإذا قيدنا أن هذا الأمر لا تبحث فيه وهذا المسألة لا يصح أن تقترب منها وهذا المسألة ممنوع تبحث فيها من الثوابت إذن ماذا تركت لي كباحث أو كصاحب فكر أريد أن أقدم لأمه شيء جديد أنا دائما أقول أن الثوابت بحاجة إلى أن تتعرض للسؤال أكثر من المتغير المتغير عندما نضع لها السؤال نغيره فيتكيف بما يناسب زماننا ومكاننا والثابت عندما نظل نحنط في مكانه يحدث مع الأيام اهتزاز في قلوب الناس فإذا عرضناه لأسئلة جديدة فثبت عليها زاد شأنه في قلوب الناس وزاد حبهم له بمعنى كانت هذه المسألة يعني أنا غرست عمود هذا العمود أقرب رياح جت فيه قلبته إذن ما عادش ثابت الناس ما يصطقوش أنه ثابت تكمن قوة الثابت في تعرض لكم هائل من الأسئلة في كل الزمان ومكان فمثلا الثابت اليوم أسئلة من أجل تثبيته ليس من أجل زازات نعم اليوم مثلا هناك أسئلة كثيرة تطرح اليوم مثلا على الإسلام وعلى الدين لم تطرح في القرون الماضية فإذا استطاع الدين أن يجيب على هذه الأسئلة زاد ثباتا وزاد رزوخا نعم مثلا الآن عالمية الإسلام هناك مثلا في القرآن الكريم مساحة متسعة جدا في بعض الألفاظ التي يعني مهما تسعى العالم ومهما تسعى الزمان يظل الإسلام في هذه المساحة من الثابت التي يلجأ الناس إليها إذا ما حسوا أنه ستنتهي حياتهم أساسا وتنهشهم الحياة والشركات الكبرى الآن في العالم تنتهش الإنسان إذا لم يكن هناك له ملجأ هذا الملجأ هو الثابت والثابت الذي يحدده خالق الكون وهو الله عز وجل أسر العبدالله إذا أردت أن تشتهر فتحدث عن ثوابت الأمة وانسف هذه الثوابت ما رأيك في هذا المقام المقه طبعا هي أصبحت عند بعض غير المختصين موضة إذا صح التعبير دسوني لا تنسوني كما قال المثل وبالتالي لكن لا يمنع وجود مثل هذه التشكيلة من الناس أن نلغي الكلام أو نلغي حق الناس في تناول الأفكار والمعتقدات أي أن كانت وبالتالي لا بد أن ننظر إلى أي نقد يقدم على أساس أنه نقد جدي على أساس أن نستطيع أن نتعامل معه بإيجابية أظن أنه أكبر مقدس وثابت لدى المسلم هو القرآن الكريم ولكن الله عز وجل كي يعلم الإنسان النقد والتفكير والنظر يعرض هذا الكتاب للتحليل والاختلاف بمعنى ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا بمعنى انظروا إلى هذا القرآن وتدبروا فيه وتفكروا فيه فإن وجدتوا فيه اختلافا مع أنه ثابت فهو ليس من عندي فالله عز وجل يعرض كتابه الثابت والمقدس للاختبار وما بالك بأفكار الناس وإجتهاداتهم وما اتفقوا عليه فيما بعد أنه ثابت من الثوابت فلكل طائفة ثوابتها فمثلا أهل السنة والجماعة لهم ثوابت معينة أنا سأثيل هذه النقطة أنا كنت أريد أسألك فيها وثم أنتقل لأسر العبدالله في هذا السؤال من الذي يحدد الثوابت؟ الثابت هو يحدد ذاته من خلال المعايير التي ذكرها للصدر عبدالله وهو القطعي وهم لا يقبل الإجتهاد أو يقبل الإحتمال الكل يقول هذا الكلام وبالتالي أنت عندما تجعل جهة أي أن كانت أو مذهب كمعيار للقطعي فأنت تحول الدين إلى كنيسة أو إلى مجمع كنسي بمعنى من نقطع بهذا اللفظ ميزة الإسلام أنه لا كنيسة في الإسلام وبالتالي النص الديني نفسه ينظر إليه ويسمح للجميع أن ينظروا إليه بشتى مذاهبهم وطوائفهم يعني أن تقصد أنه لا يوجد واحد يتلقى عن الله أي وليس أحد يتكلم باسم الله الجميع تكلم عن فكره وعن رأيه ورأيه صواب يحتمل خطأ وبالتالي في كل جماعة ستجعل من نفسها وصيع على هذا الدين أو على هذه الثوابت وتجعل من مذهبها الثوابت وهذا ما نلاحظه اليوم فالشيعة لها ثوابتها نعم وتحول هذه الثوابت على أساس أنها حقائق لا يمكن من ناقشتها أو الطعن فيها نعم وبالتالي نحن نقول لن نحتاج إلى أي مذهب أو جهة تحدد ما هو الثابت ما الذي حدث إذن؟ الثابت يحدد من خلال المعايير الموضوعية هو ما لا يحتمل التأويل هو قطئية دلالة قطئية ثبوت نعم على أسل كي لا يتحول المذهب مع مرة الزمن إلى ثابت من الثوابت إلى ثابت من الثوابت كان لديك بشاء الله هو فقط يعني على أساس نحدد الدائرة الأضيقة التي نريدها نعم لدينا ثوابت للأمة ثوابت الدين يعني نعم ولدينا ثوابت للطائفة ولدينا ثوابت للفرد ذاته نعم كل فرد مع الثوابت الخاصة التي هي غير موجودة عند الآخرين يعني الذي لا يتغير عنها فمثلا من ثوابتي أنني أحب أمي مدى الحياة وأبي مثلا فإنما لا ألزم به الآخرين مثلا هذا ثوابت فردي والآخر كذلك أحب بنا بأم أمهاتي أيو لكن مثلا أنا ما أقول لهم شي أحب بأمي أنا نعم وهناك ثوابت للطائفة والمذهب والحزب وهناك ثوابت للأمة كيف يعمل الناس؟ كيف يحددون هذه الثوابت؟ بالنسبة لثوابت الأمة فلتجتمع طوائف الأمة جميعا ولتأخذ المشترك بينها جميعا المتفق عليه بينها جميعا ثم نقول هذه الثوابت الذين نتجاوزها مثلا كذلك الحزب أو الطائفة أو المذهب يقول هذه الثوابتنا التي لا نختلف فيها وكذلك الأسرة وكذلك المجتمع الصغير فهذه الثوابت جميعا التي تتعدد من أمة إلى مجتمع إلى أصغر بحسب الاتفاق بين الناس أن يتفقوا أن هذه الثوابت التي تجمعنا الذي يجري اليوم هو الخلط فمثلا هناك مذهب يخلط الثابت الذي هو اجتهاد مذهبي بالثابت الديني الأساسي ويبدأ يلزم الآخرين بثوابت المذهب لا بثوابت الدين وهنا تحدث المعارك وتحدث المشاكل يعني الآن الحروب التي تتم بين المذاهب هي ليست على أساس صلبة الإسلام هم متفقين عليه ولكن هذا يرغمهم على أن هنا الإمامة لنا مثلا وأن الإمامة عندنا ركن وثابت من ثوابت الدين وهذا يقول لنا لا أعترف بالإمامة أنها ركن من أركان الدين ولا ثابت من الثوابت فكيف تلزمني بها؟ وهنا تنشأ الحروب هذا مثال بسيط وقص عليه أنثلة كثيرة جدا ما هي المتغيرات أستاذ عبد الله؟ إذا كنا ذكرنا أن الثوابت يحدد نفسه بأنه ما ورد بدليل قطعي للدلانة القطعية فما هي المتغيرات أيضا؟ الثابت كما قلنا هو تحديد موضوعي يعني هو يحمل ثباته من خلال من ذاته من معاييره نعم وبالتالي أما المتغير فهو ما عدا ذلك ما عدا القطعي أو محتمل الدلالة يعني ما ورد بدليل الظني ما ورد بدليل الظني ثبوتا ودلالة أو دلالة نعم وبالتالي هذه تتناولها الأنظار بأشكال مختلفة وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن نظر المجتهد الفلاني هو ثابت من الثوابت أو المذهب الفلاني هو ثابت من الثوابت ونستطيع أن نقول أنه مشتركات المذاهب المشترك بين المذاهب قد يكون ثابتا دينيا بحكم أنهم مختلفوا فيه فهو محتمل الدلالة وما دون ذلك فيكون قطعية الدلالة وبالتالي سيكون هو الثابت المشترك بين المذاهب المشترك الديني وبالتالي هنا سننظر إلى النص الديني يعني موجهة نظري أنه مقاصد الدين هي على مراتب الثبات يعني قيمة الرحمة العدل الحرية إلى ما هناك وبالتالي هذه المقاصد تبقى مستحضرة في كل اجتهاد بشرية تناول النصوص محتملة الدلال وبالتالي هذا ثابت لا يمكن أن يتغير وأي مجتهد يحاول أن ينظر إلى النص بعيدا عن هذه المقاصد فهو يخلف ثابتا من الثوابت قطعا وبالتالي هذا يكون معيار وضابط للفتوى التي تحاول أن تنتقص من كرامة الإنسان أو من حريته أو من عقله أو من اكتداره جميل أستاذ عبدالله هل هناك فرق بين المقاصد والثوابت؟ الثوابت مفهوم أعم والمقاصد جزء من الثوابت المقاصد؟ المقاصد جزء من الثوابت المقاصد الأساسي فنحن نقول مقاصد الدين مقاصد كذا فالمقاصد فعلا كما قال الأستاذ عبدالله هي لا تتغير لماذا؟ لأنها أساسا جاءت دين لأجلها يعني أخذت من استقراء النصوص بعض الأحيان باللفظة المباشرة واضح جدا عندما يقول الله عز وجل طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى يعني القرآن لم ينزل لشكائك فلو أردنا أنك بل لسعادتك فما أنزل عليك القرآن لتشكى بل لتسعد عرفنا أنه سعادة الإنسان مقصد أساسي عندما يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا؟ ليقوم الناس بالقصد إذن عرفنا أن العدل مقصد أساسي من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب كذلك عندما يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان ما هي هذه الأمانة التي حملها الإنسان الحال في هذا الكون؟ إنها أمانة حرية الاختيار أن يكون حرا مختارا فيما يريد على أن يسأل عنه فالحرية أيضا مقصد أساسي من المساواة كذلك الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين تسكية النفس وطهرتها يعني مقصد أساسي من مقاصد الدين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني وظيفته يتلو الآيات ويزكيهم هذه المقاصد هي الأشياء ثابتة أساسية فننظر للأحكام من خلالها ما خطورة الخلط بين الثوابت والمتغيرات؟ كالخلط بين التاريخ والنص الدين و؟ والنص الديني والنص الديني يعني النص الديني أتى مصواحبة للتاريخ نعم 1400 سنة تاريخ المسلمين فتكون المشكلة عندما يحصل خلط ما بين التاريخ والنص الديني أو ما بين الاجتهاد والنص نعم فهنا تبقى هي المشكلة وبالتالي إذا استطعنا أن نحرر النص من التاريخ استطعنا أن نستبعد كثير من المشكلات الدمج الممتغير في الثابت مثال لو سمعت يعني مثلا اجتهاد الصحابة نعم البعض ينظر على أنه دي والبعض الآخر ينظر على أنه من المتغير هم اجتهادوا لزمانهم وفق معطياتهم وبالتالي أنتجوا لنا هذا الاجتهاد نعم بينما لبعض الآخر ينظر على أن هذا قول الصحابي دين كما في بعض المذهب وبالتالي يبقى هنا حجة تقصدين أي حجة نعم بمعنى الدين حجة نعم ويبقى هنا هو مكمن الخلط يعني طيب أستاذي هل ممكن أيضا نقول أنه القرآن الكريم جاء وقد رضى عن الصحابة فقى رضي الله عنه مرضى عنه والتاريخ يأتي أنا ويقول أن هناك خلاف ويذكر بعض القصص أذه قد تكون أغرب من الخيال التي لا تصدر عن رعا عن ناس فضلا عن صحابة رسول الله فهل يمكن أن نقدم هذا النص التاريخي على ما ورده محكما في كتاب الله جميل أولا لابد أن نقرر قضية شبه منطقية صح التعبير أن البشر يخطأ هي لسه شبه منطقية بل هي منطقية بمدياز أن البشر يخطأ نعم والصحابة من البشر وبالتالي ورود الخطأ عليهم أمر لا غبارة عليه وارد نعم وبل الأمر أبعد من ذلك النبي نفسه عي صلى الله عليه وسلم القرآن مليء بنقد النبي عي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يزكي بشريته نعم يريد أن يزكي بشريته النبي من خلال استعراض كم من الأخطاء الذي وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليقول أنه لا قداسة أو لا عصمة مطلقة لأي بشر الأخطاء التي ورثت من النبي ماذا تقصد به حتى مثل عبس وتولى أن جاه العم أف الله عن كلمة أذنت لهم يا أيها النبي الأشياء التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما بيّنها الله والله عز وجل يريد أن يقول للأمة أنه إذا كان النبي بعظمة استفاءة يقع في بعض الأخطاء التي طويبها الله أي وإن كان عندنا ننظر إليها أخف حدة من أخطاءنا إلا أنه ما ما دونه قد يقع في خطأ أكثر من ذلك أنا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم هو معصوم في تبليغ وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم قطعي يعني ثابت من ثابت الأمة في التبليغ عن الله نعم في التبليغ عن الله لكن في حياتها اليومية هي الحرب والمكيدة قال لا قال فإذن غير موقعك صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نرد نص إذا ورد معنا نص إذا خالف قطعي أو خالف ثابت من ثوابت الأمة أو ثابت الأمة نحن نستمت من النص مثال يعني إذا ورد لدينا نص بالإمامة في بطن من البطون ومن ثوابت الدين أن الإسلام جاء ليس لسلالة ولا لطائفة ولا لفئة فكيف يمكن أن يقبل هذا النص الذي يأتي على هذا الأصل ويحول الدين إلى سلالة أو إلى طائفة أو إلى حكر على فئة معينة لا يوجد نص إطلاقا ثابت في هذا الموضوع يعني لا يمكن أن يوجد هذا الأمر نص ظني وعليه خلاف ولو كان نصا متواترا لتواتر عن جموع الأمة وحرفها الجميع إذن تريد أن تقول أنه إذا ورد النص فلا يمكن أن تعرض القطعيات لا يمكن أن يتعرض بهذا الصورة نعم القطعيات لا تتعرض فإذا تعرض القطعي والظني القطعي هو المقدم دائما لأن القطعي لا يقبل الخلاف بينما الظني قابل للخلاف ولا يصح أن نلزم الناس بما كان ظنيا والقاعدة الشهيرة المستنبطة من من الفكه الإسلامي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعني لا تنكر علي شيء قابل للاختلاف وتلزمني به لا إنكار في مسائل الخلاف مسائل الخلاف قابلة مساحة أن أكتنع بكلامي وأكتنع بكلامك إلا في الأفكار التي يعني ينبني عليها سلوك ويعتداء علي نعم يعني هناك بعض الأفكار يقول لك أنا أعتبرك خارج عن الدين ويجي أكتلك أكتلك أفجرك أعمل لك أي شيء يقول له أنا لا بد أن تتوقف عند حدك وهنا يأتي دور الدولة عندما تضبط الجميع وتقسم وتعمل حدود بين حريات الأفراد والجماعات والمجتمع جميل أستاذ الكريم أخذ هذه المقطة لأجعل منها محطة للتوقيف ثم أنتقل إليكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام لأقول لكم فاصل قصير ثم نعود ونضيف فلا تذهبوا بعيدا لو عندي عمر يكفي لو عندي عمر يكفي فنشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدي الكرام مرة أخرى لنواصل هذه الحلقة التي هي بعنوان الثوابت والمتغيرات في الفكر الإسلامي نرحب بالضيفين الكريمين مرة أخرى الأستاذ عبدالله القيسي باحث في الفكر الإسلامي وكذلك الأستاذ عبدالله الأمير باحث في الفكر الإسلامي كما أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة أستاذ عبدالله كنت وقفت معك ونحن نتحدث عن مسألة ما يمكن أن يعتبره الآخر ثوابت أو ما يمكن أن يتعارض أو يظن الناس تعارضا أخي الكريم عندما أريد أن أحدد هذه ثوابت الأمة ولكن تأتي نوازل قد تجعلني أقدمها وأخير هل هناك علاقة بين الثوابت وبين فقه الأولويات نعم هناك علاقة مهمة وأحد المعايير لتقديم في فقه الموازنات عندما يتعارض لي شيئين هناك معايير كثيرة أن أقدم هذا وأخير هذا حتى ولو من الثوابت حتى لو من الثوابت في داخل دائرة الثوابت لحالها وفي داخل دائرة المتغيرات لحالها وعند تعارض الثوابت المتغيرات نعم فهناك ثوابت مثلا سيكون للأمة بشكل عام وهناك ثوابت للخاصة نعم هنا أقدم الثوابت للأمة على الذين الخاصة يعني تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة على الذي يسمى بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهذا هو معيار أساسي من معايير فقه الموازنات والذي هو أيضا فقه الأولويات يعني اليوم الأمة في عالم الاتصالات المفتوح وعالم النت وعالم الكذا تطرح كل الأسئلة على الدين لماذا نحتاج الدين أساسا يسأل البعض من أين جئتم بشيء اسمه الوحي أساسا هذه من الأشياء الثابتة عندنا ويدخلوا بأسماء مستعارة أو حتى بدون أسماء مستعارة أو حتى يسمع سؤال من طرف الأرض يعني مش بالضرورة من المجتمع المسلم فهذه الأسئلة تضرب مباشرة في الثوابت الأساسية فإذا انشغلنا بالمتغيرات والإجابة على الهوامش عن الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تضرب في الدين سيتفكك الثوابت ونظل محتفظين بالمتغيرات التي هي أيضا رخوة تذهب بنا حيث ما شاءت نعم إذن نسر عبدالله أن نقول لك نفس السؤال كيف يمكن أن نحافظ على الثوابت؟ جميل قبل أن نجيب عن السؤال كم في نقطة أحب أكملها في قضية الصحابة نعم لا شك كما قلنا أنه البشر يخطؤه هذا أمر طبيعي لكن أن تتحول شماعة أخطاء الصحابة أنه بحكم أنه قد خطأ بعضهم بعضا ورفع السلاح بعضهم في وجه بعض نعم أن يجعل من ذلك أداة لتكفيرهم أو تفسيقهم أو النيل من قدرهم فهذا أمر يمس النبي ذاته ويمس الخلق القويم عند الناس وبالتالي ينبغي مواجهة هذه الأفكار السامة بشيء من الاتزان والمنطق أنه لا يمكن أن يكون صحابة النبي الذي تلقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الوحي أن يكونوا بهذا المنظر البشع الذي يصوره بعض الطوائف الإسلامية مع الأسف أما بالنسبة لسؤالك كيف نحافظ على الثوابت الثوابت أهم فقرة في المحافظة عليها كما قال الأستاذ هو تعريضها للشمس بمعنى أن أخوف ما أنا خاف منه أن يدخل في الثابت ما ليس منه أيها ويغرر بالناس ويتم الدفع بالناس في سبيل قد ربما يضحوا من أجله حياتهم أو أرواحهم وفي الأخير هم أمام لا شيء أمام وهم وبالتالي لا بد أن نعرض الثوابت أمام الشمس فإن كان فيها شيء من البكتيريا فنحاول أن نقتلها كيف البكتيريا في الثوابت أنا لم أستعب المسألة؟ بمعنى أنه قد يدخل للبعض كما قلنا بعض الأفكار المذهبية في قضية الإمامة مثلا على أنها قضية قطعية وحق إلهي لا يمكن التشكك فيه في قضية الثوابت نعم فيغلف هذا المبدأ الاجتهادي المح الذي قد ربما من جهة نظري لا علاقة نعم بالدين مطلقا باسم الثوابت باسم الثوابت ويتم الضحك على الناس من خلال هذا المصطلح فلكي لا يستغل لهذا المصطلح أنه إحنا أرض الثوابت أمام النقد نقول أنقدوا الثوابت ما شابهوا فالمدينة تنفوذ خبثها نعم أستاذ عبدالله ثورات الربيع العربي حقيقة كانت ثورات فكرية قبل أن تكون ثورات سلاحة أو ثورات خروج إلى الشوارع لكن البعض ظنها ثورات على الدين فبدأ أول أمر ينقضه الدين وهوية الأمة وحاكمية الشريعة كيف يمكن أن ننظر إلى مثل هذه المسائل طبعاً بطبيعة الحال عندما ينطلق الإنسان في الثورة لا يتوقف نعم فانتهت المحطة الأولى ينتقل إلى المحطة الثانية ينتقل إلى المحطة الثالثة وهي في حد ذاتها أحد أي شيء يسمى حكاً لطبا عندما يتوقع علاج ويحدث يعني مضاعفات مضاعفة أحد المضاعفات الضرورية يعني فلكن لو قسناها بنثائجها في المستقبل ستكون جميلة لماذا؟ حتى لو سألوا في هذا الشيء لأنه الناس عندما يحسوا أنه الثابت الذي عنده أساسي يعني بيسطم ويضرب يبدأ يتمسك به يبدأ يبحث عنه ويبحث يسأل هل هو فعلاً ثابت أم لا فمثلاً الآن عندما يتكلموا عن هوية الأمة يقول لك ليس الأهوية ولا نريد أن نكتب هناك مثلاً هوية في الدستور أو غيره مثلاً العالم كلها اليوم وحتى الحاكمية والتشريع أيضاً نعم سألأ سأتي إليها سأتي والمابأ إلى الهوي أولاً نعم أولاً معنى هوية مثلاً دين الدولة الإسلام مثلاً نعم كل مجتمع في العالم تأخذ هويته من أين؟ من ما يؤمن به أفراد المجتمع نعم المجتمع يؤمن بفكرة حتى لو كانت خاطئة حتى لو كانت ضالة كيفما كانت ماذا؟ المجتمع كل يؤمن بها إذن هذه هي هويته طيب المجتمع الإسلامي هويته إسلامية ودينه الإسلام فإذا أردتم أن تنتزعوا هذه الهوية فابدأوا أولاً بتغيير المجتمعات اقنعوهم بغير الإسلام فإذا اكتنعوا بغير الإسلام غيروا اسم هويتهم أما أنتم يعني تتنكرون عليه هذا الحق وهو يؤمن به فماذا ستتركون؟ أما بقضية حاكمية الشريعة هي مسألة يعني فيها كلمة حاكمية وكلمة الشريعة نعم نحن الناس يؤمنون بالشريعة كجزء من الإسلام نعم وأنا أقصد بالشريعة الجانب النظمة الذي تحدد علاقة الناس فيما بينهم باعتبار أن الإسلام عقيدة وشريعة نعم فالشريعة هي هذا الجانب نعم وهنا حتى لا يلزم بعضنا بالأفكار التي لا يؤمن بها الآخر داخل نظام الشريعة النفسة لأن هنا كما قلنا أرى مختلف فيها وأرى متفق عليها نعم يأخذ الجميع الشيء المتفق عليه والشيء القطعي ويثبت ونقول هذا ما نؤمن به جميعا ولا ينكر بعضنا على بعضا في المسائل المختلف فيها وهنا سنحافظ على هذا الشيء لكن سيكون الجميع في إطار الشريعة حتى في المسائل الثلاثي نعم نعم وهنا حتى الشخص الذي هو منكر أساسا للشريعة نعم فعليه أن يحترم رأيها الأغلبية يعني بالنظام الديمقراطي أنا إذا جاء لي يقول أن تلزمني بالإسلام وأنا مشيش أسلم بعد أقول له ما احترم رأيها الأغلبية هؤلاء أغلبية فازوا معهم نظام معين واعتبر هذا الشريعة إذا ما شش تعتبرها دين من الله اعتبرها نظام فصل انتخابات مثل أي دولة بيفوز النظام برنامج معين نعم ويلزم به الشعب فاعتبره هذا برنامج وإذا أردت أن توسع برنامجك فاقنع الناس بترشيح برنامج آخر مخالف لهذا البرنامج ولو حددنا النقاط الذي فيها خلاف هي نقاط قليلة جدا ولكن كما قلت لك أنا من قبل الناس يشتهدون ويوسعون في دائرة الثوابت فتتسع بشكل كبير فهنا تحدث المشكلة يعني عندما تتسع وهذا من الأشياء الخطيرة في الثوابت اتساعها لأنه يأتي الفرد خاصة أنا أنا ألاحظ بشكل كبير يأتي ينكر على المسألة هناك مسألة منكر وهنا منكر ويعتبرهم كلهم في صف واحد وفي خانة واحد في مستوى واحد في مستوى واحد ولا يعرف أن هناك منكرات كبرى يجب أن أتوقف أمامها بقوة وهناك منكرات يعني صغرى قد ربما أضطر إلى قبولها لدرء مفسداء أكبر منها مفسداء أكبر منها ولكن النظر إليها بشكل واحد وبنظارة واحدة مشكلة وأيضا هناك مشكلة أخرى نعم النظارات العكسية يعني أن أنظر لبعض القضايا بالنظرة المحدبة مهم فتكبر وهي وأكبرها أكبر من حجمها نعم وأنظر لبعض القضايا الخطيرة بال بعين الرضا بالعين المقعرة نعم التي تجعلها أصغر من حجمها وهذا ملاحظ في الأمة بشكل كبير جدا من الكتاب ترى بعض القضايا في البلاد اليوم واحد يعمل غلطة بسيطة هكذا فتتسع لها وسائل العلام بشكل كبير جدا نعم والأخطاء التي تهدد هوية البلاد ويعني الأمة بكلها يعني فيك على مجتمعنا اليمني يتم التغاضي عنها والإشارة إليها بشكل بسيط نعم أريد مداخلتك أيضا قضية الهوية في الهجمة على هوية المجتمعات الإسلامية خاصة أنا من وجهة نظري أنه أصبحت هذا القضايا أصبحت أقرب إلى التناول السياسي فالكل يحاول أن يصطط في الماء العكر ويستغل بعض القيم التي يحافظ عليها المجتمع لاستقلالها لكي يظهر المدافع عن هذه القيم على أنه متشدد ومتزمت ومتطرف كما يحدث في بلادنا اليوم يعني نعم وبالتالي قضية الهوية هذه قضية لا يمكن لا يستحق الخلاف أصلا لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم هي أمر طبيعي المجتمع يستمد هويته من ثقافته ومن قناعاته ومعتقداته والأغلب يعني إسلامي لا يحتاج إلى تشكيك في ذلك وبالتالي أنا أنظر إليها على أنها هجمة سياسية بامتياز لإظهر طرف مظهر سيئ أمام الناس أقرأ أكثر لكن هم لا سيظهروا بمظهر سيئ ليس المظهر الآخر الذي يدافع عن هويته وعن دينه بلا شيء لا يمكن بس هم يحاولوا أن يقول له لأنه البعض حاول يجعل من الشريعة فوبيا إذا صح التعبير أو من الإسلام فوبيا وبالتالي لبعض التطبيقات الخاطئة لبعض الدول فهو يستغل هذه التطبيقات الخاطئة ليجعل من الإسلام مشكلة بحد ذاته فيقول هؤلاء شوفوا يريدوا أن يعملوا كذا ويعملوا كذا مثل ما حدث في طالبان أو حدث في غيرها فهنا هي المشكلة نعم أستاذ عبدالله ما الذي سيبقى إذا تحول اليهود إلى حمائم السلام وإلى أصدقاء وأعزاء وتحول المقاومة في حماس إلى إرهابيين ويهددوا دول الجوار وهددوا دول الإسلامية ماذا بقي من المتغير من الثوابت لدى العم للأسف يعني العالم يحاول أن يخترع العدو خارجي لماذا؟ حتى يبقى مسيطر عالميا نعم فوجدت أمريكا في فكرة الإرهاب فكرة حلوة ومرنة وقابلة للتطبيق في أي بلد بما يتناسب معه حتى تتوسع في العالم نعم نفس الفكرة أعجبت الحكام العرب ولكن ليس لكي يتوسعوا خارجا وإنما لا يسيطروا دكتات ولي ويستبدوا داخل بلدانهم فوجدوا فكرة الإرهاب أيضا فكرة جميلة فسدوا الخارج والداخل علينا وإلى الآن لم يعرفوننا ما هو الإرهاب إذا كان الذي جرى في مصر في الفترة الأخيرة ليس إرهابا فما هو الإرهاب أن تخرج الدبابات وأن يخرج لضرب ناس متظاهرين لا يوجد معهم أي شيء يعني أي سلاح بهذه القوة هذا هو الإرهاب فعلا والآن حتى نزيف حوية المواطن وهو المتعود على عدو في ذهنها العدو الإسرائيلي نحن لا نستطيع أن نقول لإسرائيل ليست عدو لكن نستطيع أن نسرب له عدو آخر ونقول لهذا هو العدو فيخف العدو الأكبر فتبقى حماس هي التي تشكل خطورة عظمى على مصر للأسف سنة عبد الله يقال السؤال كذلك يقال أنتم كإسلاميين كأصحاب فكر إسلامي تشربون من نفس الكأس الذي سقيتم منه غيركم فكانت الخروج على ولي الأمر أهل السنة يعتقدونها أنها من عقائدها السنة بعدم الخروج على الحاكم من المظلم فعندما أفتوا بالخروج على الظلمة في الربية العربي أهل حسن مبارك وغيره إذا بهم يقعون في نفس الفخ فتكون نفس الفتوى بالخروج عليهم فأنتم من حطمتم هذه الثوابت الثابت هو محاربة الظلم أي أن كان لونه وأي أن كان شكله سواء كان الظلم هذا أتى عن طريق عمامة أو أتى عن طريق دبابة بالتالي لا فرق وبالتالي هذه القيمة عند كل الإسلاميين وبالتالي هم ضد الظلم وبالتالي الخروج على إرادة الشعوب وبطريقة طموقراطية يشهد لها الجميع نوع من الظلم وبالتالي ينبغي عندما خرج الناس على بعض الأنظمة لظلمها نعم فاليوم الناس يساندوا التي خرج ضدها لأنه مرس عليها الظلم لأنها بحكم أنها أنظمة شرعية أتت عن طريق صندوق شرعي وبالتالي يمارس على هذا النظام الظلم وبالتالي نحن ضد الظلم وليس مع النظام بحد ذات لأنه إسلامي أو غير إسلامي نحن ضد الظلم ومع المظلوم وأظن الذي حدث في مصر الذي كانوا في السلطة كانوا مظلومين ولم تتاح لهم أي فرصة وبالتالي تم التضييق عليهم في كل سبلة أو مناحي الدولة ومن الطبيعية تكون مثل هذه النتائج سلام أبد الله لك مداخلة فقط قرأته اليوم مقالة لكاتبة مصرية اسمها أنهاء الشربوني عددت بعض الأشياء التي كان قد مشت فيها اتفاقيات في تلك السنة التي حكم فيها مرسي مع أخطاء وأنا قد ذكرت كثيرا بعض أخطاء منها الاستعجال لكن تذكرت فقط عبارة لمهاتير محمد يقول أيها المصريون أن مشروع قناة السويس الذي سيتم البدء فيه سيكون أعظم منجز في القرن الواحد والعشرين للعالم الذي كان يبدأ في مرسي يبدأ فيه وهو يشبه حفر قناة السويس ذاتها في الأهمية يعني إذا قالوا أنتم بدون مزايدين كذا سنأتي لكم بواحد من طرف الأرض من ماليزيا يعني ما أعتقدش أنه سيتعصر هنا بقدر ما هو رجل صاحب رائد نهضة رائد نهضة لماليزيا تعلموا من تجارب الناس لكننا للأسف العالم عندما يخوض حروبا يتعلم من تجاربه فيكفز إلى الأمام ونحن كلما أخذنا حربا فيما بيننا كلما عدنا إلى الوراء وهكذا هل هناك فرق بين الثوابت الوطنية وثوابت الشرعية؟ هي الثوابت الشرعية كما قلنا التي تستنبط من خلال النص فنتفق عليها والثوابت الوطنية التي نتفق عليها جميعا لن تخرج عن ما أراده الشرعاني في الأخير إذا مثلا اتفقنا على أنه الوحدة هذه ستكون من ثوابتنا مثلا سنجد أن الله عز وجل هو رغب في الوحدة نعم لن نجد ثابتا وطنيا أو اجتماعيا أو كذا يخالف مقاصد الإسلام إطلاقا فكلها تدور فإذا تعارضت؟ لا يمكن أن تتعارض إطلاقا على سبيل المثال يعني إذا قلنا أنه من الثوابت الشرعية الأخوة الإسلامية العامة واليوم هو ما يتهم به الإسلامي أن ولائهم للخارج كفكر أكثر من ولائهم للداخل كوطن وبين الولاء الوطني الذي يحرم التبعية لأي جهة خارجية كيف يمكن أن نوفق بين هذا المسألة؟ هو الأخوة هو المابن معنا الخطة الأكبر هو الأخوة الإنسانية هل يستطيع الآن واحد أن أقول له أنا أخي الإنسان حتى لو خالفني في ديني أقوم معه إذا كان مظلوما هل هذا مخالف لأني يعني خركت سيادة البلد؟ لا مشكلة طيب هل هناك مشكلة أيضا إذا تضامنت مع أخي الموجود يعني الذي يشاركني في ديني؟ لا مشكلة المشكلة أين تكمن؟ نعم هناك التيارة الإسلامية في بلداننا العربية أنا قسمتها إلى ثلاثة أكسر نعم قسم يدار بالريموت من الخارج في كل أوامره نعم ولن أذكر أمثلها فقدية معروفة نعم تنفيذاتهم بما فيها حتى إشعال حرب لو أمروا هذا مخالف لسيادة البلد إطلاقا نعم لأنه هنا يتحرك وهناك مذاهب تتبع تنظيميا خارجا وتتشارك يعني في الأمور العامة فقط وهناك ما هو فقط اشتراك فكري ولا يدخل هناك أي أمر تنظيمي أو أي تواصل على الإطلاق بينما بعضها وهي نصفين يعني نصف تمول ماليا من الخارج والآخر والآخر فقط اشتراك فكري بدون أي تمويل فالقسم الأخير عندي لا بأس به أن تشترك أنت مع جماعة أخرى في فكرة واحدة وذا موجود في الحزاب العربية كلها يعني مش لا فقط في الإسلامية الناصرية هي مركزة من هناك والبعض هي مركزة من هنا والإسلامية مركزة من هنا لكن المشكلة في التمويل المالي لكي تحقق وتصنع سياسة موافقة لتلك البلد هذا هو الخطر والخطر الأكبر الذي يدار تماما اعمل كذا لا تعمل كذا يكون أداة أيوه أنا ما هيش أخوة إسلامية أساسا هذه تنظيمات سياسية تدار من الخارج ولا دخل لها بالأخوة الإسلامية أخي أنا أحترم أخي وأقدره وكذا وأناصره وأبر به وأقصد معه وأناصره لكن أننا يعني أعلن الحرب على أبناء بلدي لإرضاء طرف آخر هذا ليس أخوة ما هو دورنا سيد عبد الله دور العلماء والمفكرين في المحافظة على ثابت الأمة اليوم من يمن تقدم على ترتيبات جديدة على هيئة وهيئة تكوين هيئات للدولة شكل الدولة هوية الدولة هذه الأمور كلها ستشكل في المستقبل مسارات إن كانت حسنة فستكون لها أثر كبير إجاباً أو العكس من ذلك صحيح طبعاً الدور على الجميع الجميع ينبغي أن يشاركوا بقوة في صنع هذا اليمن الجديد نعم في صنع مؤسساته وبالتالي ضروري ما نمسح على هذه المؤسسات إذا صح التعبير القيم لأنه الممكن الشيء الذي لا يمكن أحداً يختلف عليه وحدتنا وحدة المسلمين وقربهم أيها وقيمهم قيمة الحرية قيمة العدل قيمة المساواة وهناك قيم كثيرة ينبغي على الجميع أن يسعى إلى تحقيقها بشتى المسائل والمناعي نعم والعباء الأكبر على المثقفين والعلماء والفقهاء بحكم أنهم قادة ومبرزين لدى المجتمع نعم هل الحرية والمساواة وحقوق الإنسان مقصد مقاصد الدين وهل يمكن أن يضاف إلى الكليات الخمس أم أن الكليات الثابتة لا يمكن أن يضاف لها شيء دمين الكلية حتى لا نقول هي ثابتة هي بدأت يعني بشيء بسيط بدأ بها الإمام الغزالي وقبلها الجويني بإشارة في صد ثم موسعها الإمام الشاطبي ولو جينا نلاحظ ما هي كيف رصدوا هذه الكليات هم رصدوها على أساس الحدود فحد السرقة يعني حفظ المال وحد الردة يعني حفظ الدين وحد القتل يعني حفظ النفس حفظ النفس هكذا فهم أخذ لكن أنا من رأيي أننا عندما نحدد المقاصد لا نرصدها بهذه الطريقة نرصدها بطريقة أوضح من القرآن الكريم فهناك آيات في القرآن الكريم أنا ذكرتها سابقا تذكر أنه أساس كذا لأجل كذا فما يقول وما أرسلناك يعني هدف إرسالك محصور في ماذا إلا رحمة للعالمين فمثلا رحمة للعالمين يعني عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحشرات وعالم النبات وعالم الجماد لا بد أن نكون نتعامل معه برحمة فأي شيء سيصطر من النبي عليه الصلاة والسلام أكيد سيكون تحت هذا المقصد مقصد أنه رحمة وكذلك الآيات ذكرتنا سابقا فهذه هي المقاصد الأساسية وهذه المقاصد الأساسية جاءت لحظ الإنسان لحظ الإنسان وصلاة عبد الله كيف نتعامل مع من ينقضون ثوابت الأمة الذي يقول أن القرآن محرف الذي يشكك في الصحابة الرسول والله صلى الله عليه وسلم وفي منهجيتهم إذا يشكك في السنة ماذا بقية للأمة إذا شكك في القرآن وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن نتعامل مع هذه الجهة لأن في النبي أسوى نعم النبي عندما أتى إلى مكة لكي يعرض الإسلام لا شك كان هناك أفكار مختلفة ومتناقضة مع الإسلام بل كانت تحاول أن تكره المسلمين على ترك معتقداتهم والنبي كان يواجه كل ذلك بالكلمة الحسنة وبالفكرة المتنورة نعم وبالتالي كما قيل الفكر لا يواجه إلا بالفكر إلا إلا رفع سلاحا بالتالي هنا واجب الدولة أن تحاول أن تحفظ الناس من أن يكرهوا على فكر معين أو مذهب من المذاهب وبالتالي اليوم ينبغي الوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للمفكرين والمثكفين والعلماء لكي يتناولوا هذا الأفكار بالنقد والتمحيص والتدقية لأنها أفكار تنطلع عن ناس تحت شعارة براغة إما موت الدولة معينة أو ثابت من الثوابت للأسف يعني موت الأمريكا وأذا بم يقتلون من المسلمين لا نجد إلا اليمنين يقتلوا يعني وبالتالي ينبغي أن تكون هناك مساحات واسعة لمثل هذه القضايا تناقش وأنا متأكد أن الفكرة السيئة أو الفكرة الضعيفة ستموت والفكرة القوية لن يزيدها النقد إلا قوة وبالتالي مثل هذه الأفكار هي أفكار ميتة تم إحياءها بسبب المال الخارجي وغير ذلك من الأسباب وبالتالي ينبغي أن نعطيها جهد فكري أكثر من الموجود نعم أستاذ عبد الله ما هو دورنا في المحافظة على الوسطية في الفكر الإسلامي حتى لا يميل إلى إفراط أو تفريط منذ البداية الحلقة ونحن عندما نتحدث دائما عن الثوابت للأسف لم يتم إلى الآن دراسات واجتماعات للناس اللي يحددوا ما هي هذه الثوابت الذي على أساسها سنحدد الوسطية نعم فنحن عندما نتكلم عن الثوابت يعني كثيرا في رؤوسنا أمثلة هي أصلا هي من المتغيرات الأمثلة التي في رؤوسنا ونتكلم بها فتظل المشكلة مستمرة وأنا أعيب على وسائل العلام بشكل كبير أنها تخاف أن هذه المناقشة لماذا أقول لك لا أستطيع أن أدخل الناس الآن في دوشة حتى لا يشوش على الآخر أسمعهم الآن أسألهم لكن هذه الأسئلة أنت إذا ما سمعتمش إياها بإجابتها سيسمعونها من غيرك بدون إجابة وهم يسمعونها في كل مكان اليوم في وسائل العلام المختلفة فتظل تشوش عليهم حتى يخرجوا من دينهم وأنا أعرف الكثير من في بلادنا لا أقول خارج اليمن من بدأ يترك دينه ولكنه لا زال خائفا من من أن يظهر لنا الناس من حتى الردة فقط يعني يعني فهؤلاء لا يصح أن يظلوا هكذا خائفين تحت الأدراج لأنه سيتحول المجتمع على مجتمع منافق لابد أن تظهر هذه الأسئلة على السطح وأن تناقش بقوة وأنا متأكد من كانت بضاعة قوية سيثبت وسيدخل السوق وهو غير آسف بشي لأنه بضاعة قوية ولا يخاف من الدخول في السوق لمن كانت بضاعة ضعيفة فكلمة الوسطية بمعنى أن تنتهج الخط الوسط وليس كما يظن البعض دائما يجي يشوف يعني هذا يكون هنا حق وهنا يكون باطل ويقول لك أنا في الوسط كريب هذا نبدو في هذا الحق الوسطية أن تنظر إلى الحق وتعمل به بدون أن تهتم بأي أحد حتى لو كنت لحالك نعم ما دام هنا هو الحق فأنا على الوسط بعدها تأتي المرونة في درجات هذا الوسط ودرجات الحق فحق لا يمكن أن أفرد فيه أساسا فحق يمكن أن أتنازل فيه قليلا لأجل يعني مصلحة أخرى أيوة أيوة لأجل أن نتعايش جميعا يعني في بعض الأفكار الذي أؤمن بها أنا لا أرغم بها الآخرين حتى نتعايش وهو ضروري ما يقدم تنازل البسيط حتى نتعايش ونبقى على الحد الأدنى كلمة أخيرة سيد عبدالله في مناسبة نمر بمرحلة خطيرة ونعطف خطير حقيقة في يمن خاصة والدول العربية بشكل عام كلمة أخيرة أتمنى من الجميع أن يتجه إلى ذاته يتجه إلى الإنسان فالإسلام لم يأتي إلا من أجل الإنسان بالتالي أي محافظة على كرامة الإنسان وعلى حقه في الحياة وحقه في العيش وحقه في الكلام وحقه في التفكير فهو في الأخير يقدم الإسلام حقيقة وبالتالي الإنسان أولا ثانيا جزاك الله خير كلمة خيرة سيد عبدالله سيد عبدالله سيد عبدالله أتحدث أولا عن تجربة بسيطة كنت أتعامل مع بعض الأشياء التي كان يظنوها الناس أنها من الثوابت وأحاول أن أبين للناس أنها ليست من الثوابت فكان كثير من الناس يقولون لي أنت بهذا بتخفف الثوابت حق الأمة وأنا عبارة عن أشبيني سوي بين خفف الثوابت على سبيل أنت عايش لأنها ليست بثوابت فكانت حالتي كحال من يحاول تفكيك لق ببساطة حتى لا ينفجر به ذلك الثابت الموجود في عقول بعض الناس يعني البسيطين كما قال الأستاذ الكلمة الأخيرة إذا تاهت بكم الطرق ولم تعرفوا أي هو الثابت من المتغير أي هو الذي نقدم الذي لا نقدم بماذا نتمسك بماذا انظروا أن هذا الدين أساساً هو جاء لخدمة الإنسان الإنسان هو المحور الأساسي فأي شيء تحسن فيه مصلحة للإنسان فعرفوا أن الدين سيكون في صفه وأنه من الأشياء الأساسية وكلما اكتربنا من إعدام الإنسان تماماً اكتربنا من أهم ثوابته فمن أهم الثوابت هو الحفاظ على حياة الإنسان ونتخلى عن مصالحنا فإذا قتلنا فقد ضربنا فقد ضربنا أهم ثابت في الكون ليس فقط في الدين في الكون وهو الحفاظ على النفس البشرية شكراً جزيلاً سيد عبدالله القيسي باحث فكر إسلامي شكراً كذلك شكراً أستاذ عبدالله الأمير وطرحكم رائع أسأل الله عزيزيلاً نكتب ذلك في ميزان حسناتكم الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين الكرام كما هذا الشكر موصول أيضاً لكل يمني غيور قدم مصلحة دينه ووطنه على كل مصلحة أخرى فثبت ما هو منها ثابت ونشر وبيّن ما يمكن أن نختلف فيه ونتعاون لم يبق في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر الجميع على حزن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر يكفيني فنشرت تعانيم الديني ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني ما بين القاص Mỹ